اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اولا احمد الله سبحانه وتعالى انهيئ لنا ان اجتماعنا في هذه الدورة مباركة وسل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب واضح اولا احمد الله سبحانه وتعالى انهيئ لنا انتفق على صورة الحظرات لن نقبل أي عذر للغياب بإنناه متفكرة لامرآن ليس لذلك لا يستطيع فتحة بعد ثلاثل لو كان يمينث لغياب إلا عذر واحد وحيو الأمر 외سل إنه لا يمكن إن أن الجنة لأن الناس في الدنيا في عمال الدنيويية لا يتغييبون أبدا يعين لأيين سنين لما أجل ماهي لأنه لأننا ستبحثين عن الناس في الحلوظ وهم عيوالية وهم عيوالية ومن المتحدث من سنوات عاملين امرا الثاني من شراط حضور الدورة ومن المتحدث من هذه الدورة وممتحدث هذه الدورة نريد منكم أخوالنا أن تتعاونوا معنا في الحفظ في حفظ ما نأخذ ونا ندرس فلا نريد أحد أن يكتب في الدرس الكتابة تكوم بعد أن ننته من الدرس ونصرح تكتبوا و تجتمعوا فيها بينكم الفوائد فلا نريد أحد أن يكتب في الدرس في حفظ ما ننته من الدرس الكتابة تكتب في الدرس سننأخذ عنه بها و كذلك القلم وننته So the person who is found using his phone during the lesson the phone will be taken off him and the one who is refined in writing the pen will be taken from him الأمر الثالث من شروط الحضور في الدورة ويكون عندنا في آخر يوم في هذه الدورة في يوم الثلثاء اختبار لما درسنا أنه في النهاية الثالثة في هذا القرص في تسجيل التالبينة من الأشياء التي تتعلم إذا اتفقنا على هذه الشروط وإلا نمشي 所以 إذا اتفقنا على هذه 3 خطوة أو هذه 4 خطوة إذا أتفقنا على هذه الشروط ولكنك تتعلم على هذه الشروط إذا اتفقنا على هذه الشروط ثم أن تتعلم على هذه الشروط سأتنظر على المواذب عن حضور لا تكون لسهدا وضع في التقادير سنة أخذ البيت عدد موضوع لأي شيء أثناء الدرس وليس مؤكس بيشيء الموضوع لتأكيد موضوع لتقصد الموضوع لتأكيد وبالوصول إلى الأخير كما تحرق على حضور الأخذار الذي نعرف به وصل المعلومة الصحيحة إلى الطارب ثم أخذ الموضوع الأخذ وين نعرف إلى الفيديوان يجب أن تجعل المعلومات لتطارب ومن ثم يكون في الاقلال إذاً عن الموضوع لتقصد الموضوع لتجعله يكون في المطلوبات التي تجعلها هذي الدورة في ماذا؟ حسنًا، ماذا عنه؟ من يعرفه؟ أغلق الكتاب أغلق الكتاب نعم، في ماذا؟ سندرس التوحيد سندرس التوحيد إذن هذه الدورة في التوحيد هذه الدورة، هذه الدورة، هذه الدورة، هذه الدورة عن التوحيد ندرس إن شاء الله تعالى نبدأ اليوم، بإذن الله، بدراسة متن الوصول الثلاثة لنبدأ اليوم، بإذن الله تعالى هذا هو المتن الذي نبدأ به في هذا اليوم هذا سنقصر 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 لا ترك الكتاب Brook عِلْمَك، هو الذي ترا في الظلام كي wires تعالى ستمكر هل ترا في الظلام الكتاب هل ترى في الظلام تisel its enbox أو ما هو مكتوف في الدفتر مثلا أو ذلك التي تتخل فيها في الدفتر لا هذا هو علم أو إذا دخلت إلى الحمام هذا علم تدخل إلى الحمام تتعرف علم لا يمكن أن تدخل إلى الحمام بالمصحف أو بالكتاب أو when you enter the toilets or the bathrooms then this is the noise that you take with you meaning you can't take a Quran in the toilet you can't take books in the toilet so that you have with you when you're in the toilet that's the knowledge that you have that is your knowledge طي إذا نبدأ بجراسة متن الأصول الثلاثة okay so we begin by studying the text of الأصول الثلاثة قبل البدأ في هذه الدراسة بجراسة متن الأصول الثلاثة نسأل خمسة أسير we're going to ask five questions السؤال الأول the first question لماذا ندرس التوحيد why do we study التوحيد من يعلم لماذا ندرس التوحيد لو قال لك قائل لماذا هذه الدورة في التوحيد ولم تكن مثلا في النحو أو في الفرائد مثلا أو في أي شيء آخر so who amongst you knows why we study توحيد for example if a person was come to you and say to you that why have you made these lessons in توحيد why didn't you make them in Arabic grammar why didn't you make them in laws of inheritance or any other subject or any other field of Islam so why should we study التوحيد who knows amongst you I don't know the Arabic but we should know that we should know that Allah is one and also if you don't study توحيد of the prophets and the messengers and also the calling or the dialogue of those people follow the way of the messengers and also the fact that Allah will not accept any action without التوحيد and nobody can enter into Jannah we can accept that he is a موحيد the person of التوحيد حتى لا نقع في الشرق and also so we don't intend to shirk or fall into shirk استقرار الأمن and also we study توحيد so there will be security and safety والهداية والطمأنينة والحلاوة الإيمان and also so that you find guidance you find tranquility and you also find the sweetness of الإيمان نعم هذا هو السؤال الأول من يعيدني هذا السؤال نعم so this is the first question so who's going to repeat what the sheikh has said نعم نعم so the first question is why do we study توحيد what did the sheikh say نعم أعرف لكننا نحن نبيد ما هو السؤال الأول نعم this is a salvation this is a only entry to jannah قل الله تعالى أعذب المشيطة والجين وما خلاقت الجنة والإمسا أعذب المشيطة والجين فتح الله عليك طيب إذا قل لك قائد لماذا ندرس التوحيد so if a person comes to you and he says why do we study التوحيد تسأل you ask him خلاقك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا حتى تكم وحد تقول له هل خلاقك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا حتى تكم وحد لابد أن يقول نعم so you ask that person who's asking you this question you say to him did Allah create you upon this earth so that you can establish التوحيد and I would actually say yes of course نعم وأعلمك الله سبحانه وتعالى أنه لا يقبل أي عمل إلا بالتوحيد ولا تخرجنا إلا موحد and you say to this person didn't Allah teach you that nobody will enter into Jannah except the person of التوحيد and that Allah doesn't accept any action except with التوحيد and he would say yes نعم of course he has to say yes تقول طيب هل أنت موحد and then you say to him okay are you a موحد are you from amongst the people of التوحيد فما يقول and what will he say يقول نعم أنا موحد he say of course I'm from the people of التوحيد طيب نسأل and then we ask him ما هذا التوحيد الذي تدعي then you ask that person okay what is this توحيد that you are claiming that you are from the people of التوحيد what is this توحيد فإذا شرح التوحيد مما جاء في الكتاب والسنة فهذا معنى أنا موحد so if this person is able to explain التوحيد according to that which is found in the Qur'an and the sunnah then this person is a موحد he is a person of التوحيد وإذا لم يعرف التوحيد وقال لا أدري فهذا معنى أنه عندما قال أنهم موحد أن هذه شهادة and if once you've asked him what is التوحيد he says I don't really know what is توحيد then you know that he's not from the people of التوحيد rather the statement that he's given or the witness that he's given is she has to do a false witness statement and also we can ask him are you a mushrik and he has to say no I'm not a mushrik so then you're asking okay what is the shirk which Allah has made impermissible upon us and upon you and what is this shirk that you yourself you're freeing yourself from so if this person who you were asked if he's able to explain a shirk according to that which is found in the Quran and the sunnah then you know that this person isn't a mushrik because he's under and explains shirk and as for if this person he's not able to explain shirk according to the Quran and the sunnah then we can say to him that maybe you're falling into shirk yourself and yet you do not know so this is the first question what relates to the first question the second question so now if this person you're debating with if he says to you okay I accept that we have to study but why should we study this text here why is it this text that we're studying so he might say look there's many books that teach tawhid why have you taught this particular book why did you choose this book and the answer you give him you say that number one we are students and the student when he's studying he has to go back to the to the scholars who are well-versed in teaching and acting upon their knowledge so many of the scholars they themselves have advised and pointed out that the first thing they should study is a tawhid and the first book they should study when you're studying a tawhid is the three fundamental principles so it's not permissible for us to now come and to start introducing or innovating different ways of studying rather we traverse the way and the path of the previous scholars and how they used to study so we can reach where they have reached in terms of knowledge so this is therefore the second question why have we chosen to study as our book or first book the third question the third question is what are the three principles if you were to summarize them what are the three principles or the three fundamental principles in summary they are the three questions which will be asked about in the grave in the grave what will you be asked about who is your lord what is your religion and who is your prophet so these three matters these three matters are the three questions that you'll be asked about in the grave and therefore these are the same three principles which relate to this book السؤال الرابع the fourth question ما الثمر التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة the next question is what are the benefits or what are the fruits of us studying الأصول الثلاثة the three fundamental principles يعني هل تحصل جائزة بعد دراست هذا المتن الأصول الثلاثة meaning meaning that after you have studied this book this text will you acquire some type of certificate or some prize because some students may Allah guide them and guide us they won't study something until you give him a gift or you give him a certificate or a present or something so therefore what is the benefit from studying الأصول الثلاثة so the benefit or the prize or the fruits of studying الأصول الثلاثة is that if we learn الأصول الثلاثة if we learn the three fundamental principles and if we act by our knowledge and if we call and give دعوة to our knowledge and then if we have patience on our seeking knowledge and acting upon our knowledge and giving دعوة to this if we do all of this in sincerity then we will be able to answer the questions in the grave من يعيد لهذه الأصول لكرنا أربعة أصول الآن من يعيد آذة من يعيد are you saying can you repeat the four questions that we mentioned stand up and repeat the four questions that the sheikh has mentioned تعرف لا السال الأول أم 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 نعم الأول يعني مربك الثاني مادينك ومادينك الثالث الأسئلة الأربعة the four questions you know the four questions we asked as an introduction to the text not the three questions in the grave the four questions that the sheikh asked and people gave answers to what was the first question that he asked ما هي نعم أم السال الأول أم 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 لما ندرس التوحيد لما ندرس الأصول الثلاثة السال الأول second question why do we study التوحيد why do we study التوحيد and why do we study الأصول الثلاثة السال الأول السال الأول where do we study where do we study who knows who knows naam why study توحيد لماذا ندرس التوحيد السال الأصول الثلاثة أفدوانيزم ما هذا هو تحديث الاثلاث؟ ثالث ما تقول؟ ما سيكون الاثلاث؟ ما هي المقولة؟ ما هي المضيحات؟ والأخرى والأخرى ما هي التمر؟ ما هي التمر؟ نعم تعيد هل تعمل؟ يجب أن تعمل معنا جزاك الله المترجم الثلاثة المترجم الثلاثة المترجم الثلاثة المترجم الثلاثة What are the contents of this book or this text? What does it include in this book or in this text? أو يعني هل نستطيع أن نفهرس هذا المتن نضع له فهرس أو is it possible for us to make an index for the things which are contained inside الوسول الثلاثة of the text? نعم فهرسة الوسول الثلاثة إذا أردنا نفهرس هذا المتن والله أعلم نقسم هذا المتن إلى خمسة أخسام So Shaykh said that if we want to make an index or a content list of what is found in الوسول الثلاثة then Allah knows best but we can say that الوسول الثلاثة this book or this text can be divided into five separate chapters القسم الأول المشايل الأربع So the first chapter, the first division is four important matters القسم الثاني المشايل الثلاثة The second chapter, the second division from the five is three important matters or three important principles القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد? The third chapter, the third division of this book is why should we study التوحيد? القسم الرابع The fourth category, the fourth chapter division of this book is an explanation of the three principles الخامس الخاتمة and then the fifth conclusion to the whole text من يعد لي هذه الأقشام الخمسة? So who can repeat the five chapters or the five divisions of this text? نعم الأول المشايل الأربع المشايل الأربع نعم الثاني مسائل الثلاثة So the first division as the brother stated ماذا ندرس التوحيد? is the four important matters الخسم الثاني مسائل الثلاثة The second division of this book is the three important principles الثالث لماذا ندرس التوحيد? The third division is why should we study التوحيد? الرابع مسائل الثلاثة The fourth is an explanation of the three principles الخامس الخاتم الخاتم and the fifth categorization division is a summary من يعد لي هذه الأقشام الخمسة ما شاء الله نعم الأول المشايل الأربع نعم The four important principles number one الثاني السؤال الثلاثة السؤال الثلاثة لا الثاني المشايل الثلاثة والمشايل الثلاثة غير المشايل الثلاثة غير المشايل الثلاثة هذا يأتيب المشايل الثلاثة So they're saying the second thing the second division is three important principles but these three important principles aren't the three questions in the grave they're different principles الثالث الثالث شغل لماذا ندرس التوحيد? لماذا ندرس التوحيد? نعم The third is why do we study التوحيد? الرابع الرابع الشرح الوصلة التلالة So then the fourth is the expression of the three principles i have three questions in the grave الخامش الخاتب الخاتب summary is the fifth one فتح الله عليك طيب من يعيد؟ من يعيد؟ بسم الله المسائل الأربع المسائل الأربع هي العلم والعمل والدعو والصبر سورة العصر المسائل الأربع المسائل الثلاثة المسائل الثلاثة المسائل الثلاثة المسائل الثلاثة المسائل الثلاثة المسائل الثلاثة يكمل الثلاثة نعم 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 ما's the first division of this book نعم نعم ما هو القشما الأول نعم نعم فور المرحل نعم نعم ما هي المشاعر الأربع مايه مفرحة الى فى الأولى المهم و��� مررحة نعم تبليف تقوة فى الفيسر العلم وصبر والعامل والدعوى والصبر نعم أربع شيئا ما الدليل على هذا المسال العمر فى الأولى ماذا يوجد هذه فى الأولى هى الأولى فى الفيسر فى الرأس رأس نعم أولى كيف هي المعرفة من الكتاب أو السنة؟ ماذا هي المعرفة من القرآن أو السنة من هذه الفرنسة؟ نعم، سورة العصر إذن، الدرس الأول في المسائل الأربع سورة الأول في المسائل الأربع بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر هذه المسائل الأربع و هذا في مجاهدة للنفس إذا لابد أولا من العلم فهل يصح أن تعمل بلا علم إذا لابد أن تتعلم أولا فعلم أنه لا إله إلا الله و استغفر لذنبك إذا لابد أولا من العلم إذا لابد أولا من العلم لابد أولا من العلم وَإِذَا عَمِلْتْ تَدْعُوْ وَإِلَى مَا دَعَ إِلَيْهِ الْنَبِيَ عَلَيْهِ صَلَاتِهِ And you call to whatever the Prophet ﷺ called to. ثم بعد هذا تصبر. And then after this, be patient. تصبر على ما. What should you be patient upon? تصبر أولا على العلم. First thing you have to be patient upon is on seeking knowledge. ثم تصبر على العمل. And then you have to be patient upon doing the righteous actions. ثم تصبر على الدعوة. And then you have to be patient upon giving dawah or calling to Allah. وَبِهَذَا بِإِذْنِ اللَّهِ تُجِبْ عَنَى سَلْتَ الْقَبْرُ وَهَذِهِ الثَمَرُ And then if you can do all of these things by the permission of Allah, then you have to answer the questions in the grave. And this is therefore the benefit of studying this. فَالْعُلَمَا رَحْمَهُمُ اللَّهِ يُقَسِّمُوا الصَّبْرِ الى ثلاثة أَقْسَانِ The scholars may Allah have mercy upon them. They have divided or categorized patience or sabr into three separate divisions. صبر على طاعة الله حتى تؤدى. Number one, being patient upon obedience to Allah. So you can complete the various actual obedience to Allah. كالصبر على أداة الصلوات المفروض. So for example, being patient upon completing the five daily prayers. الثاني الصبر عن معصية الله. And then the third division of patience is being patient upon staying away from disobedience to Allah. So you have to be patient upon those things which Allah has said that this is a haram and is forbidden. الثالثة الصبر على أقدار الله ما يقدر الله سبحانه وتعالى عليك من مرض وفقر. And then the third type of patience is being patient upon the decree of Allah. So for example, if Allah has decreed upon you illness, if Allah has decreed upon you poverty, for example, then you're patient upon this decree of Allah. So who can repeat this? So who can repeat first of all the four principles, the four important principles? نعم. المشاهل الرمية الأربعة هي العلم والعمل والعمل والداعوة والصبر Nعم. So as the brother mentioned, the four important principles are اعلم كن لب تصبر على العلم والعمل والدعوة الله افتحالك نعم يصبر أولا على العلم so the first thing you have to be patient on is seeking knowledge يضبط ويراجع memorizing, revising, and taking notes نعم and then you said sabr is free اقسام الصبر الثلاثة نعم الأول the first one is sabr and obedience of Allah الصبر على طاعة الله مثل ماذا for example الصلاة الصلاة والصيام والحج الزكاة نعم and second is staying away from masya sins الصبر عن المعصية كالصبر عن المحرمات عنا الرباء أكل الرباء مثلا like taking part in usually based transactions الثالث and sabr in the qadr حبر of Allah so being patient upon the decree of Allah an example if you're sick مثلا مرض الله افتع عليك طيب إذن أخوانا الآن تراجعوا ما أخذنا اجتمعوا كما بينكم الآن ما أحد يخرج تكتبوا ما أخذنا من فوائد الآن وبعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى نسأل عن ما أخذنا ثم نبدأ بالدرس الجديد لكن على ما اتفقنا من شروع wat ربما أخذنا كطبا من خلال البلياء إن قلت عشر الرباء ما أخذنا من جببل in هاتف أسر نقل لدك ساتل في بخلال البلياء و comptabil ويسكنك و ستشاهدون و تتكلم و يجب بخلال البلياء و يجب بخلالب و تجب بالتequيل و يجب بخلال البلياء ويجب بخلال البلياء لن يكبر إن شاء الله تعالى الطفول the next lesson is after Asra we'll continue the first thing we're going to test you after Asr and then we'll carry on first is a test and then we'll carry on so now you sit between yourselves and you remind yourselves okay, what did you reique we'll miss out the reason you might, like, sometimes when i smile it's not because Shaykh thinks something funny ويانا هذا الدولي اشتركوا في القناة